صباح الخير يا أولاد صباح النور يا بابا ما تتعبوش ماما النهاردة وماما طعبانة عايزكوا تنفذ كل اللي هي عايزها وما تتعبوهاش مش عايز مشاكل تمام يا بابا احنا كبرنا دلوقتي وبقينا في ابتدائي يعني بقينا هانسات طب يلا يا هانسات بصي بقى يديدة احنا لازم نثبت لهم اننا كبرنا نبدأ بقودتنا ننظفها وننظف الشقة ونعمل الغداء ونظبط المطبخ وننخليش حاجة نقصة خالص وبكده احنا نبهرهم ماشي يا كوكي بس نعمل كل حاجة سوا انا قطعت اللحمة خلاص هات البصل بقى علشان اقشره لي ايه ده استنى كالصدة ايه دي حديث النور دي تعال تعال نطلع برد في ايه عيال ايه اللي حصل في المطبخ مفيش يا ماما احنا كنا بنعمل كل حاجة علشان ما تتعابيش في شغل البيت ونسيت وحطيت الغطى الازاز على عين البتجاز وانا بصف المكارونة ففرق اطلعوا برد المطبخ ما تجوش هنا تاني علشان ما تتحرقوش يلا برد يا ماما احنا ما كانش قصدنا احنا كنا عايزين بس نفرحك ونساعدك علشان بابا قال لنا النهاردة انك تعبين ومش تقدري تعملي حاجة انا اسف حبابي ان انا زععت فيكم بس دم تخضيتي عليكم انت ممكن تساعدوني في انكم تحطوا الحاجات في مكانها ترواء قدتكو تفرشوا سريركو لكن ننضغ خطر عليكم عشان انت لسه صغيرين كمان كم سنة هتكون اكبرتو وقتها مش اخف عليكم يلا الحمد لله انها جت على قد كده ومحدش فيك وتحرق بس لم تعملوش كده تاني حاضر يا ماما احنا اسفين الله الشقة بقت حلوة قوي بعد ما نضفناها وروقناها انا فرحانة قوي سلام عليكم ايه اولادي الجمال ده ما شاء الله الشقة حلوة قوي قدرت تعملو كل ده لوحدكو ازاي حطينا كل حاجة في مكانها يا بابا تسلم ايديكو يا حبايجو شايفين النظام بيخلي الشقة جاملة ازاي اشتركوا في القناة